مرحبا برج الدلو اهلا فيكم في قراءة منتصف شهر الى نهاية الشهر هذه القراءة رح تكون مقسمة الى قسمين او شي عندنا بننظر الى المال والمشاريع وبعدين نشوف القراءة العاطفية باسلوب المرايا مثل ما انتو طلبتوها وهي القراءة العاطفية خصوصا ممكن تكون عكسية وكما تصلح للطالع والشمس وايضا القمري او اي كوكب عندكم موجود بهذا البرج برج الدلو اوكي اوشي ننتقل الى جانب الاموال والحياة العملية والبزنس شوف شن عندك يا برج الدلو ولو ان طاقتك خلال شهر جدا جميلة نوع من القلق نوع من الخوف ولكن هذا الخوف مو لك انت مو موجه لك انت يا برج الدلو هذا خوف الاخرين من انتصاراتك عندنا هني اي سوف سورت السيف الاول برج الدلو انت في طاقة انا كنت حسيتها من قبل هذا الطاقة اللي وياك تبتدي من الحين ما ادري ليش فهني عندنا يا برج الدلو لا مزيد من الانتظار حتى لو انت حاولت تأخر اي شي عندك في حياتك العملية لو كان في شي متعسر عندك فترة طويلة ما تقدر حتى لو انت حاولت استخدام طاقتك الخاصة ما تقدر اتأخره العجلة رح تمشي لصالحك سواء رضيت او لم ترضى اوكي في عندنا انتصارات كثيرة هني اوكي غيرة غيرة هذي طاقة الغيرة ان برج الدلو شلون حقق هذا الشي في فترة قصيرة استيقاظ العملاق النائم شلون كان فترة طويلة ما عنده انجازات تذكر ما حقق شي ما قدر يحصل خلي لحددها اكثر داما اللي عندنا هني قراءة البزنس والحياة العملية والاموات برج الدلو سيف الاول يقول لي هني انه في خبر كبير خبر كبير رح ينتشر في وسطك ويصل الى مسامع الاشخاص اللي غارون منك ويحسدونك بخصوص تطور ايضا كبير في الحياة العملية انتصار الناس يبتدون يتعاملون معاك في البزنس سمعتك تبتدي توصل يجلسون مع هذين الاشخاص اللي غارون منك ويمدحونك هني السمعة بعد يمدحونك يقولون كانت فرصة سعيدة لما سوينا بزنس معاك وصلتنا الطلبية وصلتنا الخدمة وصلنا المنتج وكان افضل مما توقعنا اكسيدنج الاكسباكتيشنز هي هاي الطاقة اول شي احسنين ان الانتصار يأتيك على حين غفلة انت كأنما حتى مناول دائما اقول افضل الاشياء تأتينا في الحياة لما ما نكون مخططين لها هذي بالطاقة هذي بالضبط الطاقة اللي جداعنا انت على غفلة او انت حتى مشغول بشي ثاني همك اخر همك هذا الموضوع الانتصار الكبير الانفراج الكبير او كان انت تصل الى مستوى عالمي محلي قوي في صنعتك في تجارتك اوكي هذا النوع ولكن هذا ما يأتي بدون غيرة وقلق الاشخاص ليش هنا اتوف يمكن منافسين او حتى حاسدين هذلين الناس للامانة لازم اقول الكلمة مبتدين في المجال مجال التجارة مجال النجاح العملي قبلك مشوا مشوار قبلك يعني مشارو خلنا نفرض مثلا مشو ثلاثين ميل ولكن برج الدلو خلال شهرين خلال اخر شهرين في السنة عرفتوا طاقة السلحفاء والارنب نفرض ان القصة شوين نغيرها الارنب ما اخذ الغرور لاخر مدى واستيقظ في اخر خمس دقائق من السباق هذا الارنب اللي عندي اللي راح يستيقظ في اخر خمس دقائق في اخر شهرين من السنة تستيقظ يستيقظ هني العملاق ويحقق شي ما حققوا هذلين الاشخاص اللي كانوا ذبحين نفسهم مستهلكين طاقتهم طول السنة هذا الارفلكشن كأنما الكون قاعد يغشي شيك الله سبحانه وتعالى قاعد يعطيك نوع من الدفعة اللي راح تقدر تميزك فارس الاكواب اهني برج الدلو تحاول جدا تكون متواضع اوكي تحاول انك تشكر الاشخاص اللي ساعدوك وما تنسى فضلهم هذا من اطباع برج الدلو انه دائما هو برج الانسانية برج المجتمع برج التواصل برج الجميع ينظر الى جميع الاشخاص المعليين ولكن هذي اللحظة خاصة فيك وبقولك ليش هذي لحظة تكريمك فيه رح يأتيك ان شاء الله في الفترة القادمة هذي القراءة نعم للاشبوعين القادمين ولكن طاقة التارو مو لزمان محدد فهني لحظة تكريم رسمية انت عمل مع من؟ اي جهة رسمية؟ اي عمل خيري انت قمت فيه؟ اي عمل حتى ليش انا اقولك انجازك صعب ان تحققه؟ لان الاشخاص حققوه في تسعة شهور انت على اخر ثلاثة شهور شهرين من السنة تحقق هذا تصل الى التارغت اذا كان عندك هدف معين في المبيعات هدف معين في الاموال تأتيك رسالة شكر حتى من البنك نفسها اللي انت ودع فيها اموالك اوكي؟ رسالة شكر رسالة اعتراف رسمية من جهة ايضا رسمية من جهة لها وزنها ولما اقول لها وزنها نشوف هنا اربعة الخمسيات هذا النوع من التكريم ما يحصل كل منها بودب بعد شوف هنا برج الدلو احاول ان يكون كيوت يحاول انه حتى في ابتسامته واستلامه الجائزة والتكريم انه ما يجرح مشاعر الاخرين ولكن انت ما تستطيع تتحكم بمشاعر الاخرين مو شغلك مو شغلنا نتحكم مشاعرهم اوكي؟ هذي لحظة التكريم اللي تأتيك من بعد هذا الانجاز السريع اخر كرت للحياة العملية مال القادم؟ غصنين غصنين اسسناهم في الارض ممكن يكون عندك عمل دائم وبزنس على جنب ممكن يكون عندك تخصصين خطتين اوكي؟ او على الاقل عديت مرحلتين صعبين في هذا المجال مرحلتين المرحلة الاولى مثلا انك تحصل على كذا انك مثلا تفتح المحل تفتح البزنس نفسه المرحلة الثانية انك تستطيع ان تؤسس نفسك عن طريق ان تجذب الزبائن المرحلة الثالثة احسي هنا برج الدل ووقفتك لما تنتهي على نهاية فعلا السنة هذي هي وقفت شن راح تكون خطوتي القادمة؟ العالم في يدك هنا الكرة الارضية كلها في يد هذا الشخص قاعد يطلع ما هي خطوتي القادمة؟ اوكي؟ اذا كان عندك شيئين في الحياة شيئين بزنسين اوكي؟ شخصين حتى متعسرين عليك ففي الفترة القادمة اخيرا راح كأنه مطاقة الدب تثبت الدب دائما لما يضرب على الارض يضرب على الجليد يفتح بقوة الضاغطة بقوة اللي تصدم فهنا نتكلم عن انك تثبت هذلين الغصنين وتتطلع الى المرحلة رقم ثلاثة المرحلة رقم ثلاثة تبتدي مع 2020 ترى هذا هو اللي ينتظرك ان خلال الفترة القادمة ان شاء الله تصيدك هذه التغييرات المفاجئة الايجابية اوكي؟ وهذه الطاقة مو طاقة احنا نحاول ندفعها اوقات لما تكون صارف حياتنا اشياء سلبي احنا ندول عن الطاقة الايجابية ابدا هذا النوع من الطاقة هي تطرق بابك في احد ايضا تشوف هنا احد يمكن اصغر منك سنن ولكن رح ينبهك على شي جدا مهم اصغر منك سنن ابعد عنك مسافة من دولة ثانية من ثقافة ثانية ولكن طريقة في عمل الامور عنده طريقة ابداعية رح ينبهك يغششك حتى شخص يغششك يعطيك طريقة ان تقدر توصل فيها اسرع دابة طريقة اسلوب توصل اسرع لمرادك اتحق اسرع امونيك هذه ثالث كرت ونسحب اخر كرت للحياة العملية من الأوروكل اوكي ناخذ الكلب اول واحد اللي انقضب سنسيتفتي سنسيتفتي هذه الطاقة هذه الرسالة بعد تقولك مو شغلك ان انت تكون متواضع تخبي انجازاتك مو شغلك ان انت تقلق على مشاعر الاخرين اللي ينجرحون لان انت انجاز افضل منهم لان شكلك اجمل منهم لان اموالك ابتدت تصير حتى هني اشوف الاموال لما نشوف السنسيتفتي الاموال سهولة قدومها لك من افضل منهم وهم يتعبون وهم يمرون بمرحلة عصيبة هذلين الناس اللي كانوا يشوفونك اقل منهم او اكثر كسلا على الاقل يشوفونك اقل منهم في شيء المهم محتاج تكون جدا واضح هني وجدا دقيق ان هذلين مو شغلك لا مزيد من التعاطف وايضا تختار بالضبط ما هي خطواتك القادمة هذي رسالتك في الحياة العملية خلينا نشوف الحين القراءة العاطفية باسلوب المرايا برج الدلوم من تحت عندنا ملك السيوف انت لا راح تكون لك اليد العليا في الحياة العاطفية في الفترة القادمة اوكي انت لا راح تكون الشخص اللي اللي تأمر ولكن هنا عندنا في القراءة العاطفية في جانبين لانه هي قراءة مرايا اختار الجانب اللي تحس ان ينطبق عليك اكثر بسم الله اربعة سيوف ستة الاكواب كرت العاشقين برج الجوزاء هذي الطاقة موجهة لك انت من شخص من شخص من شخص معين احسي هني رجوع بعد غياب طويل اوكي او تحسن تحسن مفاجئ مثل ما حتى في الحياة العملية عندنا هني شخص احملك فترة طويلة او على قولتهم بالانجليزي they took you for granted اخذك ان انت انسان وفكر ان برج الدلو راح يكون موجود لما انا اكون مستعد لما اريد اني اراجع في حياتي راح يكون موجود برج الدلو وين راح يروح موجود راح يظل متوفر هذا الشخص ولكن احس يمكن يدرك بالطريقة الصعبة ان انت لا مو متوفر انت مو سهل انت لست عملة سهلة انت من العملات الصعبة احس ان راح يدركها بطريقة مؤلمة هذا الشخص اوكي لان هني في ستة الاكواب يمكن في السابق متعود ان انت ام شوف للامانة احس هني ان في شخص كان ما زال يفكر ان انت راح تظل موجود كخيار على الاقل كخيار يستند عليه وقت الحاجة وقت القلة القلة ايضا لما نشوف اربعة سيوف وقت القلة اوكي في شخص هني في فترة من الفترات ما كان مستعد يتكلم عن العلاقة وهو اللي انسحب وهو اللي اراد انه بسرعة يبيع العشرة يبيع العلاقة وما اراد انه يحارب ما عند طاقة المحاربة عند طاقة الاستسلام هنا في اربعة السيوف عند طاقة انه خذلك اختار الطريق السهل لانه ما اختار الطريق الصعب وقتها فكرة العاشقين كأنه هنا يطلب فرصة جديدة يطلب السماح ولكن للامانة وجود ستة الاكواب يبين لي انه رح يكون طريقة التعامل معك مع العلاقة نعم التعامل نفسها خلي اكون صراحة صار صادقة اوكي ايه هذا الكرت يطلب من الدقة ابدا ما نقدر نفصل حتى لو كانت هذه القراءة عملية اسلوبه في التعامل ما رح يكون تغير كثير تقريبا نفس الاسلوب تقريبا نفس الشخص ولكن بحلة جديدة اهني فكرة العاشقين برج الجوزاء يطالب يطالبك انت مع ان اخوة اللي كان منسحب يطالبك انت بالتزام اكثر جدية هذه المرة قادم وحامل قلبه في يده اوكي ومستعد انه يعطيك ياه مستعد انه يتبادل معاك قلبه بقلب ولكن يريد كأنما نوع من الضمانات دائما احس اربعات السيوف كأنما كرت الشخص اللي يكون كرت الامانات الشخص اللي نعطيه مفتاح الخزنة اللي نعطيه لاشياء الثمينة ومن ثم نذهب الى مكان معين عرفتو؟ الخزانة هذا شخص هذا شخص رح يطلب منك ضمانات في المقابل رح يطلب منك على الاقل انه توعده بامور عشان يعطيك قلبه ولكن الشيء الجيد انه في هذه المرة في الطاقة القادمة اول شيء تطوراتك في طاقتك وحياتك العملية خلته يحس بقيمتك انت كشخص خلته يتشوفك بضوءك الحقيقي ان انت مو انسان سهل وانت مو متوفر وهو يمكن رحل كان يفكر انك رح تتكرر في حياتك مرة ثانية ما صار ما رح يصير فالحين صار راجع مستعد يقدم لك خلا شوف طاقة الجهب الثانية شنو تقول سبعة الاغصان في شخص ما رح يرفض ما اشوفه رفض قاطع ولكن شن برج الدلو قاعد يقول لي صح انت راجع و احس برج الدلو لن شذب على بعض انت ما تحتاجني اقول لك انت عارف انه عرضه حقيقي ولكن احسك رح تختار بملء ارادتك انه ايضا تضعه تحت الاختبار اتصعب عليه الامور اوكي لمجرد تصعيب الامور انت عارف انه هو حامل قلبه في يده اوكي عارف انه ما رجعلك الا انه ادرك شي في القلب حاول يستبدلك في قلبه ما استطاع ولكن احس هنا برج الدلو ما رح يسهل عليه ابدا ما رح يسهل عليه عملية الرجوع رح يحطه في اختبارات وبعد الاختبارات امتحانات وفي امتحانات عملية في امتحانات نظرية في امتحانات تخص المطالبات سيستم عندك سيستم بور جدا له عندك سيستم بخصوص او او خطة كاملة محكمة بخصوص شنو رح يساوي لما ينيرجع حالشخص وايضا طاقة التاروج قاعدة تشجعك لو ما كان عندك ادخل في هاي الطاقة طاقة اللي استعد انه يعترف في اي لحظة اعتراف وشيك اوكي وخل مطالباتك جاهزة ورقة المطالبات عشان يكون فيه شي مثبت للرجعة هذه المرة مثل المرسا الهيرمت مع ملكة السيوف كرت برج العذراء الناسك اوكي ام مع كرت ملكة السيوف احسي انه ام برجة دلو اتروا قاعد يقولك في امور شوف انت من حقك تسأل الشريك عن خفايا واسباب تصرفه بالطريقة السابقة من حقك تسألي لماذا رحت ولماذا راجعت وشنو اللي حفزك ترجع وشنو صادق اثناء افتراقنا وشنو اللي خلاك تفكر فيني شنو ذكرك فيني هذا النوع من الطاقة من حقك ولكن مو من مصلحتك من مصلحتك انه تدخل اكثر في طاقة الثقة بالنفس شنو صاد هالشخص اللي اختفى عنك فترة والحير راجع بعد غياب وراجع على قولتهم شا قولون حامل اذيال اذيال الفشل معاه تقدر تسأله ولكن ما راح تستفيد وبرستيجك راح يقل انا نشوف الملكة الملكة دائما نهمها منظرها وصورتها وبرستيجها نعم راح تحصل الجواب الصحيح لما سألته او تسأله هل تعرفت على شخص ثاني هل تركني بسبب شخص ثاني هل كان في حياتك شخص ثاني هل اللي كنت تدور عليه ما لديته مع هذا الشخص عشان تريع رجعت لي من حقك ما حد يقدر ياخذ منك حقك ولكن اذا كنت فعلا ترغب لحد الان عندك رغبة جادة فهذا هو الوقت ان ندفل الماضي مع بعض ندفل الماضي حتى بدون ما نتكلم عنه لانه تشوف الملكة لما تكون في طاقتها ووافقة عليها من الانجاز نفسه ما تسأل الفرسان شلون انجزته شلون حققته ولمن كلمته ومن رحته ما تسأل ما عليها من التفاصيل عليها من انجاز المهمة بأي ثمن دائما اقول طاقة الملكات في التارو فيها نوع من الانانية والبرستيج والاحتمال بالنفس نفسي اهم من الاخرين اوكي فكأنما هني اختار معاركك واسئلتك وتحقيقك حتى مع الشريك لما يرجع بدقة خلو مرا كل شي يكون فيه سبب وسبب سبب جوهري ما يكون سبب عشوائي وهو اشباع الكبرياء الكبرياء ما راح يحسن وضعك مع هذا الشخص لان هذا الشخص احسه راجع فهذا اجد احساس دعم الفشل اجد تشوف نفسه كانسان فاشل شويه او تشوف نفسه ان اهو معترف بغلطه هذه الكلمة معترف بغلطه اذا اهو اجد اعترف بغلطه ليش ندقق على الغلط نفسه عنديك شوي منطاقة اخبرني لماذا وين وليش هذي النوع اشتركوا في القناة